السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع سنتحدث بمجموعة من أهم الأحداث التي تحصل في ألمانيا بهذا المساء أصدقائي في عطلة نهاية الأسبوع القادمة سيقوم المستشار أولاف شولتس بزيارة إلى ثلاثة دول خليجية وسيرافق ممثلين لرجال الأعمال وسيكون هدف الرحلة أو هدف الزيارة هو تأمين مصادر الطاقة إلى ألمانيا قبل أن ينطلق المستشار إلى دول الخليج تنبأ وزير الاقتصاد بأن أولاف شولتس سوف يوقع عقود لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن المعروف عنه أنه المستشار سيذهب إلى السعودية والإمارات وقطر في يومي السبت والأحد القادمين وحسب مجموعة يونيبير للطاقة فأن بين قطر وألمانيا الآن علاقات قوية جدا ودخلت هذه العلاقات بمرحلة جديدة مرحلة متطورة فرحلة أولاف شولتس ستكون متممة لرحلة وزير الاقتصاد الألماني روبوت هابك اللي يعملها بالصيف الماضي ومن المعتقد أن يحث أولاف شولتس مستشار ألمانيا القطريين على تصدير كميات كبيرة من الغاز إلى ألمانيا وإلى عمل عقود عديدة لأجل توريد الغاز لألمانيا وبالنسبة لوضع الغاز بألمانيا فألمانيا قللت الآن من الاعتماد على الغاز الروسي بنسبة كبيرة جدا فقبل حرب أوكراني كانت نسبة الاعتماد هي 55% من احتياجات ألمانيا تلبيها من الروسي من الغاز الآن 55% أصبحت 9% فقط وخزين ألمانيا بإزدياد مستمر هذا حسب بيانات شهر أغسط وبشهر أغسط أيضا كان اعتماد ألمانيا على هولندا هو بمقدار 24% والبلد الأكثر اعتمادا يعني ألمانيا تعتمد عليه بالغاز هو النرويج 38% من حاجة ألمانيا تأتي من النرويجي إصبحت أكبر مصدر للغاز يعني يصدر لألمانيا 23% من دول مختلفة أغلبها غاز مسال وأقل من 6% من يعني غاز يستخرج من الأراضي الألمانية ومخازن الغاز الألماني الآن أصدقائي معبئة بنسبة جيدة جدا قدرها 89.7% أي تقترب من 90% الهدف كان أصدقائي منذ بداية الأمر هو تخزين مستوى من الغاز قدر 90% كي نتجاوز يعني على الأقل الشتاء وبرودة الشتاء الموضوع الآخر أصدقائي هو موضوع مهم جدا يتعلق بنسبة الفقر عند الأطفال حسب معلومات تم كشفه البرلمان الألماني تفيد بأنه بألمانيا ارتفعت نسبة الفقر بشكل كبير بين الأطفال والشباب فالآن وصلت نسبة الفقر عند من هم تحت الثمانية عشر عام إلى حوالي 20.8% والفقر عند الأطفال أصدقائي حسب المقاييس بألمانيا لا يعني أن الطفل يتضور جوع ولكن الفقر هو عندما يكون الطفل لا تتوفر له احتياجات الأساسية من غذاء صحي من حيث الجودة أو من حيث ملابس مناسبة لتغييرات التقص واحتياجات أخرى وحسب الاقتصادين والخبراء فإن الأطفال يعتبرون فقراء عندما يعيشون بمنزل أو يعني يعيشون بعائلة يبلغ متوسط دخل العائلة 60% من معدل متوسط الدخل بألمانيا طبعا يعني هذا كله بالإضافة إلى كل الأطفال يعني اللي مسجلين على جوب سنتاور الذين عوائلهم عاطلين عن العمل حزب اليسار بألمانيا هو اللي طلب نشر هذه الإحصائيات بالبرلمان الألماني ويحذر الحزب من أنه نسبة زيادة الأطفال اللي يعانون من الفقر بألمانيا سوف تزداد هذا هو ما يقول الحزب والسبب هو التضخم وارتفاع سعار طاقة الذي سوف يلتهم معاشات أسر الأطفال وبالتالي يجعل الأطفال يعني يعانون ولا يتوفر لهم أبسط احتياجاتهم بالحياة اليومية الآن لدينا موضوع آخر بألمانيا أزمة السكن وصلت لمرحلة متقدمة جدا وأصبح الانتقال إلى شقة جديدة هو أمر صعب جدا ويستغرق سنوات عديدة للحكومة الألمانية كان هدف أن يتم بناء كل عام حوالي 400 ألف وحدة سكنية من بيت أو شقة ولكن هذا الهدف تعرض لانتكاسة كبيرة بدأت من ظهور فيروس كورونا وزيادة الطلب على الأخشاب بالصين وغلاء المواد الأولية وانتهى كل شيء بحرب أوكرانيا التي عملت تلكء كبير جدا بسوق البناء وبشركات البناء بألمانيا وبأغلب دول العالم فحسب البيانات التي نشرها معهد إيفو الاقتصادي بمنشن فإنه الشركات بألمانيا شركات البناء قامت بإلغاء البناء يعني بإلغاء الكثير من عمليات بناء المساكن والمنازل والمباني والنسبة للغاءات وصلت إلى 11.6% وهي أعلى نسبة إلغاءات منذ بداية توثيق البيانات والسبب بإلغاء عمليات البناء هو أن التكلفة أصبحت مرتفعة جدا والتكلفة متغيرة من يوم إلى آخر خصوصا بعد ارتفاع سعار وغلاء المواد الأولية هذه الأمور تؤثر كلها على هدف الحكومة الألمانية وهو زيادة عدد الشقاق وزيادة عدد المساكن لأجل حل أزمة السكن هذا الأمر رغم أنه له مساوئ كثيرة أي تلكء البناء ويعني ضعف كبير بسوق الإسكان ولكن يعني سوف ينعكس على أسعار المنازل فرفع أسعار الفائدة بدول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا على القروض هذا هو يعني الرفع تم عمل لمكافحة التضخم سينعكس بصر مباشرة على سوق العقار وهو ما بدأ يتأثر به السوق ابتداء من شهر أوغوست والآن ما يحصل هو أنه أسعار العقارات تنخفض يعني نتكلم عن أسعار شراء العقارات والانخفاض مستمر رغم أنه بطيء ولكنه مستمر كون عمليات الشراء أصبحت قليلة الآن نتحول للموضوع الآخر حسب تقرير نشرته صحيفة بلد أمزونتاك فإنه بألمانيا هناك الآن طلب كبير بالتوظيف على من يتقن اللغة الروسية والأوكرانية وحسب التقرير فإنه منذ بداية حرب أوكرانية حتى نهاية شهر أوغوست كان هناك بألمانيا بالمجمل عشرة آلاف ومئتين وظيفة من شروط هذه الوظائف هي إتقان اللغة الأوكرانية والروسية هذا يعني طلب كثير على من يتكلم أو يتحدث بهذه اللغة وبشكل عام فإن أغلب الوظائف المطلوب بها إتقان اللغة الأوكرانية والروسية هي وظائف مثلا الخدمات الصحية وخدمات السوسيال وبالمطاعم وبالسوبر ماركت وبأماكن الضيافة بنفس الوقت بسبب أزمة اللاجئين الأوكرانيين وزيادة أعدادهم ازدادت إعلانات الوظائف حتى للذين لا يتقنون اللغة الألمانية تحديدا من مجالات السيكوريتي والمجالات المتعلقة برعاية وخدمة اللاجئين الأوكرانيين مثلا مجالات الضيافة ومجالات الطبخ والسيكوريتي وهناك الآن عدد من اللاجئين الأوكرانيين حصلوا على وظائف بمحلات السوبر ماركت وهم أتوا إلى ألمانيا مع مهارات باللغة الألمانية ويرجع ذلك إلى أن الأوكرانيين هم خامس أكثر شعب بالعالم بتعلموا اللغة الألمانية ويأتون بالتسلسل بعد الروس والبولندين والبريطانيين والفرنساوين ولكن لا يعترف بمؤهلاتهم وبشهاداتهم بسهولة بألمانيا فمثلا بالمجالات الصحية والوظائف المهمة يعني يجب عليهم معادلة الشهادة أيضا نفس ما يتعرض له كل مواطنين الدول التي تندرج كونها ضمن خارج الاتحاد الأوروبي أصدقائي الآن نتحول للموضوع الآخر هو موضوع مهم جدا تتحدث عنه تقريبا كل الصحف الألمانية والأوروبية وهو قرار مصر أو فكرة مصر الجديدة والأمر يتعلق برغبة مصرية بزيادة رسوم عبور السفن والحاويات عبر قناة السويس وهذه الزيادة سيتم تطبيقها ببداية عام 2023 والزيادة هي بمقدار 15% عن كل عملية عبور لسفن الشحن البحري وسبب الانزعاج الكبير بأوروبا هو أنه قناة السويس هي واحدة من أهم قنوات النقل بالعالم وهي أهم قناة لنقل البضائع من آسيا لأوروبا ولو حصلت الزيادة بمقدار 15% فهذا معناه أنه كل شيء يأتينا من الصين سيزداد سعره زيادة إضافية وكل شيء يذهب مثلا من ألمانيا لدول آسيا سوف يعني يصدر إلى هناك بسعر مرتفع قد يؤثر على التبادل التجاري بين الشرق وبين الغرب الآن كنا نعملنا جولة شاملة على هم تطورات بهذا اليوم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلام